اشتركوا في القناة ده واخد مني بالزبط ستمائة جرام لان الخط ده يعني فتليته ساميكة شوية الخط اللي انا استخدمته وللأسف اللون ده خلص ما عنديش شلة ان انا وراء لكم انا استخدمته في خط اسمه تمام الشلة فيه بتكون ميت جرام بيكون مقاسة الامطار فيها متين وخمسين متر وبيقترح عليها ابرة رقم تلاتة ونص وهي بالفعل الابرة اللي انا استخدمتها فاشوف الخط اللي هتستخدميه بقى والابرة المناسبة ليه هتستخدميها انا طبعا هنفز لكم بخط تاني اصلا علشان اللون ده ماينفعش ان انا صوره خالص ما بيظهرش في التصوير فهنفز معاكم في الفيديو بلون تاني يكون فاتح علشان يبين الطريق ان شاء الله وتقدروا تنفزه معايا بمنتهى السهولة طبعا يساعدني جدا انضمكم للقناة بالضغط على كلمة اشتراك اصلا باسكراويل المكتوب لون الاحمر تحت الفيديو كمان هزهر لكم جرس بالضغط عليه وصلكم اشعار بكل فيديو جديد بعمله كمان يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل له اكبر عدل الناس والكل يستفيد باذن الله واكيد اكيد اكيد ما تنسوش تكتبولي رأيكم في التعليقات وبتشوفوني من اي بلد لان ده بيشجعني ويفرق معايا كتير جدا 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 ويلا بقى نبدأ على طول ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه هنبتدي نعمل عقدة البداية بالشكل ده كده او باي طريقات حبيه اهو عقدة عادية خالص كده ودلوقتي هعمل سلاسل بمضاعفات العدد ستة اللي اتدخل رأس الشخص اللي هيتعمله الشال ده بسهولة لو الشخص اللي هيتعمله الشال مش موجود معاك شوفي الجدول اللي هنزول لك على شاشة حالا دلوقتي ده خدي سكرينشوت وهشتغل منه هو جدول مظبوط جدا انا شغلة به شوفي مقاس ده وران الراس ويعملي سلاسل بالمقاس ده بمضاعفات العدد ستة وبزيادة شوية يعني ايه علشان يبقى مبحبح كده على في الرقبة يعني ما يبقاش خانق قوي تمام فاعملي بمقاس ده وران الراس بمضاعفات العدد ستة هبتدي اشتغل بقى دلوقتي ايه واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هكرر لحد ما اجيب مقاس ده وران الراس بتاع الشخص اللي هيتعمله الشال وارجع لكم وقول لكم عملت كام سلسلة ومقاسهم كام سنطر في مصد كده عملت سلاسل بمقاس دوران الراس بتاع الشخص اللي هعمله الشال اللي هو مقاس دوران المرأة يعني في الجدول اللي انا نزلته لكم من شوية تمام؟ دول تسعين سلسلة ومقاسهم معايا كام بسهم كده مع بعض بالضبط ستة وخمسين سنطر فيشوف انتي المقاس اللي هتعمليه اه وعلى حدث بسمك الخط هطلع معك عدد السلاسل ده لان الخط اللي انا شغالة به زي ما قلتلكه سميك. لو كان خط رفيع شوية عن كده كان طبعا عدد السلاسل هيزيد معي. طيب الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه? هبتدي افرد السلسلة بتاعتي بالشكل ده كده. علشان هقفل السطر. اه افردها كده كويس. وهروح على اول سلسلة كنت عاملها. ادخل فيها هنا كده. اهو. وبعدين اسحب الخط وخرجه. الشكل ده كده. وارتفع سلسلة. تمام? هاخد الخط ده معي كده. علشان اشتغل عليه. هنا. وهبتدي اشتغل في اللفة اللي في ضهر السلسلة. هقلبها كده. وهشتغل في اللفة اللي في الضهر. اخد الخط ده اشتغل عليه معي. فهدخل كده في اول سلسلة معي هي. هدخل كده. واخد الخط ده كمان. واعمل غرزة حشو. اسحب الخط وخرجه. وبعدين اسحب الخط وخرجه من اللفتين بالشكل ده كده. تمام? روح على الغرزة اللي وراها سلسلة. في اللفة اللي في الضهر برضو زي ما قلنا كده. شايفين ازاي? في ضهر السلسلة. واخد الخط الطرف الاولاني ده معي. واشتغل. السطر ده كله هشتغله بغرزة الحشو. السطر الاولاني بس اللي هعمله كده. تمام? اكمل السطر الاخر بنفس الشكل ده وارجع لكم. خلصت كده السطر الاخر بغرزة الحشو. ده شكله معي. اهو. بفرده كده بقى. وهبتدي اقفله. اقفل السطر في اول غرزة حشو كنت عاملاها. بدخل كده. واسحب الخط وخرجه. واخرجه من اللفة اللي معيها بالشكل ده كمان كده. وبعدين اقفل بسلسلة واشدها كويس. تمام? في نفس المكان هدخل. واسحب الخط وخرجه. واعمل غرزة حشو. بس بس حبها الفوق شوية زي ما احنا شايفين كده. تمام? وكمان سلسلة ودي بتكون تعويض عن اول عمود معانا في غرزة الفي. تمام? وبعدين بعمل مسافة سلسلة كمان. واخد لفها معانا الابرة وفي نفس المكان هنزل وعمل عمود بلف. اهو. اسحب الخط وخرجه من لفتين. بعدين اسحب الخط وخرجه من اللفتين اللي بقين بالشكل ده كده. تمام? وبعدين اخد لفة معانا الابرة. كده. وهفوت الغرزة دي. واللي وراها في الغرزة التالتة هعمل غرزة في مكونة من عمودين بلفة بينهم سلسلة. اهو. بدخل كده. اسحب الخط وخرجه. وعمل اول عمود. مسافة سلسلة. في نفس المكان هعمل كمان عمود. بالشكل ده كده. وبعدين افوت برضو الغرزة دي. واروح على الغرزة التالتة. اخد لفة معانا الابرة. وادخل في الغرزة التالتة. واعمل عمود بلفة. مسافة سلسلة. في نفس المكان انزل وعمل كمان عمود بلفة. بالشكل ده كده. اكرر بنفس الشكل لغاية اخر السطر وارجع لكم. قلصت كده السطر الاخر بغرزة الفي زي ما قلنا. الشكل ده كده. دلوقتي هنقفل السطر مع بعض. طريقة قفل السطر بتكون ازاي? بدخل في الفراغ المكون من سلسلة اللي هو في اول غرزة في كنت عاملها ده. ادخل هنا كده. اسحب الخيط. وخرجه. وخرجه من اللفة اللي معانا الابرة بالشكل ده كده كمان. بمنزلقة. تاني. اهو. بدخل في الفراغ المكون من سلسلة. اسحب الخيط وخرجه. وخرجه من اللفة اللي معانا الابرة بالشكل ده كده. تمام? وبعدين اقفل بسلسلة وجمدها كويس. اقفل اديئها يعني. وبعدين هدخل في نفس المكان هنا. اسحب الخيط وخرجه. وعمل غرزة حشو ومسافة سلسلة. وده بيكون تعويض عن العمود الاول في غرزة الفي وده طريقة الارتفاع بتاعنا للسطر اللي بعد كده. وبعدين هعمل مسافة سلسلة. واخد لفة مع الابرة وانزل في نفس الفراغ هو. وعمل كمان عمود بلفة. عشان تبقى كده كملت معايا اول غرزة في في السطر اللي جاي. الجديد يعني. تمام? دلوقتي بقى المفروض هنبتدي نعمل تزايد. مفروض بزبط القطعة اللي معايا بالشكل ده كده. خب شوية كده. في النص. مسلا هنا كده. بحط ماركر. تمام? وقصدها بالزبط. بحط ماركر. بالشكل ده كده. بحيس ان انا اقسم الغرز يبقى فيه امام وفيه خلف. علشان هيحصل تزايد في في اماكن الماركرز دول. وطبعا لازم يكون عدد الغرز في النحية دي هو هو بالزبط عدد الغرز في النحية دي نفسه. تمام? انا بالنسبة لدول تلاتين غرزة في. المفروض يكون فيه هنا خمستاشر. وفي النحية التانية بين الماركرز برضو في النحية التانية خمستاشر غرزة في. تمام? طيب دلوقتي هعمل ايه? هشتغل بغرزة في في الفراغ المكون من سلسلة ده. فوق كل غرزة في غرزة في. بنفس الطريقة اللي شرحتها لكم. اهو بالشكل ده كده. روح على الفراغ اللي وراه اعمل عمود بلفة. مسافة سلسلة في نفس المكان انزل تاني واعمل كمان عمود بلف. كمل بالشكل ده لغاية ما وصل الماركر اللي عليه الدور ده وهرجع لكم. وصلت كده للغرزة اللي فيها الماركر هشيله علشان هبتدي اعمل التزايد اللي هنا. ههو. هعمل غرزة في في الفراغ اللي عليه الدور ده كده. اهو. كوان من عمود بلفة مسافة سلسلة. عمود بلف. دي كده غرزة في. تمام? وبعدين هعمل مسافة سلسلة واحط الماركر فيه. اهو. بالشكل ده كده. واعمل تاني في نفس المكان كمان غرزة في. اهو. اللفة معنا لابرواتهل كده. واعمل عمود بلفة مسافة سلسلة. في نفس المكان اعمل عمود بلفة. بالشكل ده كده. تمام? بقية دي طريقة التزايد بتاعنا لغرزة الفي. بالشال المسلط اللي احنا هنعمله النهارة. تمام? اكمل بقى فوق كل غرزة في من دول غرزة في من غير تزايد. اهو. الشكل ده كده. روح على غرزة الفي اللي وراها. اعملها بنفس الشكل. لغاية ما اوصل للماركر التاني ده. اللي هو في الناحية التانية بقى. وهرجع لكم. كمل دي كده بغرزة الفي بدون تزايد. لغاية الماركر اللي عليه الدور. هعمل فيه نفس اللي عملته في المكان التاني. اللي هو ايه? هعمل كده غرزة في هنا. اهو. عمود بلفة. مسافة سلسلة. كمان عمود بلفة. وبعدين مسافة سلسلة. احط فيها الماركر. اهو. كده. وفي نفس المكان هنزل وعمل كمان غرزة في. اهي. عمود بلفة. مسافة سلسلة. عمود بلفة. بالشكل ده. تمام? هكمل بغرزة الفي بدون تزايد. لحد ما اوصل لاخر السطر. هرجع لكم. لما اوصل هقفل السطر. تمام? وهرتفع بنفس الطريقة اللي قلتها لكم. لغاية ما اوصل بالغرز بتاعد الحد الماركر اللي عليه الدور ده هنا كده. هرجع لكم. وصلت كده لغاية الماركر اللي عليه الدور اهو. عفلت السطر زي ما قلت لكم وارتفعت واشتغلت لغاية الماركر اللي عليه الدور. دلوقتي انا قصادي هنا ايه? غرزة في اهيه اللي عليها الدور. هشتغلها عادي خالص. بالشكل ده كده. تمام? وصلت للماركر هشيله. في نفس المكان ده هعمل آه غرزة في. اهيه? عمود بلف. مسافة سلسلة. عمود بلفة. وعمل تاني مسافة سلسلة. احط فيها الماركر. واعمل كمان غرزة في في نفس المكان. اهو. عمود بلفة. مسافة سلسلة. عمود بلفة. بالشكل ده كده. يبقى كل السطور هتكون تكرار بنفس الشكل. ما فيش اي اختلاق. المرة دي هفوت العمود ده على طول. وهعمل. مش هفوت. اه يعني بين كل عمودين في العادي بيكون فيه. بين كل غرزتين فيه. بيكون في التحت هنا عمودين. اما في الحتة اللي في التزايد دي. بيكون عمود واحد بس. تمام? خدي بالك. ما اتنقصيش. فهاجي هنا كده. واعمل غرزة في اهيه. مسافة سلسلة. عمود بلفة كمان. عشان تكمل مع غرزة الفي. تمام? بدا بيكون شكل الجزء اللي بيحصل فيه التزايد كل سطر. بنفس الطريقة بنشتغلها كده. تمام? هكمل لغاية ما وصل للماركر التاني. ارجع لكم برضو نعملها مع بعض. زيادة كده للماركر التاني اهو. هعمل هنا غرزة الفي اللي عليها الدور دي قبل الماركر. اهي. كده. وبعدين هشيل الماركر. وفي مكان وهاعمل غرزة فيه. اهي. وبعدين مسافة سلسلة ارجع فيها الماركر. وفي نفس المكان انزل كمان مرة واعمل غرزة فيه. اهي الشكل ده كده. هيجع لغرزة الفي اللي هنا دي. ودي بالك غرزة الفي. اشتغل فيها. بتكون بعد عمود واحد. في السطر اللي قبله يعني. اهو. بس. كمل السطر للاخر. وهقفله وارجع لكم وقول لكم بنغير اللون ازاي. وصلت كده لاخر السطر وقفلته بالطريقة اللي بنقفل بها السطر على طول. قفلت بسلسلة اهو. دلوقتي بقى لو انا عايز اغير الخيط هقصه كده. بمنتهى البساطة. واسحبه اخرجه. وبعدين هجيب اللون التاني. جيب الخيط اللي انت عايز تدخليه. اهو. تغذي لفة كده. على الابرة معاكي. وتدخلي في الفراغ. اللي هنا اللي انت قفلت فيه السطر. اهو. وتعملي عمود بلف. الشكل ده كده. كده. تمام? مسافة سلسلة. وتعملي في نفس المكان تاني عمود بلفة. وتبقى دي كده اول غرزة فيه. معاك. بمنتهى البساطة. وتكملي بنفس الطريقة. فوق كل غرزة فيه. غرزة فيه. ولما توصلي المكان التزايد اللي هو فيه الماركرز دول. تعملي التزايد بتاعك. وهتكملي بقى بنفس الطريقة دي. لحد ما توصلي لمقاس الشلالين. عايزة طبعا الخيوط دي بتتنظف في الاخر بابرة التنظيف. وبس ده كان فيديو النهاردة تمنى ان يكون كان مفيد بالنسبة لكم. لا تنسوني من صالح دعائكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.